ما بعرف مين فيكون من جيلي متذكر أيام التلفزيون الأرضي مو بس قبل النتفليكس واليوتيوب هي حقبة قبل الريسيفر والديش أنا من موليد دمشق سنة 79 يعني ذكريات الطفولة لجيلي كان جزء أساسي مننا وقناة الأولى بالتلفزيون العربي السوري تفتح العصر بتلاوة من القرآن الكريم وفي تمام الساعة 3 ونص تبدأ برامج الأطفال جريندايزر، ساندي باد، ساندي بيل، ليدي أوسكار وكان فيه من ضمن برامج الأطفال بأوائل ثمانينات قصة ما انشهرت كثير مثل غيرها كانت قصة عن بنت اسمها بوليانا كانت كلما واجهت مشكلة أو ظروف صعبة بتلجأ لتكنيك اسمه لعبة السعادة بعد سنين طويلة لما سافرت أنا وتغربت حتى أدرس علم نفس بالجامعة بيروت برجع وبصوضف لعبة السعادة The Glad Game وباكتشف إنه شيء معروف بعلم النفس تحت اسم مبدأ بوليانا أو The Polyana Principle الاسم نفسه مشتق من رواية صدرت سنة 1913 للكاتبة إليانور بورتر سنة 1978 في اثنين من الباحثين كتبوا عن مبدأ بوليانا وسموه The Positive Bias